مناورات هي الأولى من نوعها تجريها ميليشيات الحشد الشعبي في الصحراء الجنوبية لمحافظة الأنبار والتي تربط المحافظة بكربلاء والنجف مقاتلون من ميليشيات النجباء والعصائب وحزب الله وسيد الشهداء وبدر يجرون تدريباتهم في ناحية النخيب على استخدام الصواريخ والمدافع والراجمات والهاون في مناطق تمتد باتجاه الجنوب الغربي إلى مسافة تصل إلى نحو 100 كم على الحدود مع السعودية ميليشيات الحشد وبحسب خبراء استراتيجيين تحاول طرح نفسها كبديل في ظل عجز القوات الحكومية عن ضبط الأمن في صحراء الأنبار كما أن المناورات العسكرية قد تأتي استعدادا لخوض معركة قريبة أو ربما استعراضا للقوة أو ردا على مناورات تقوم بها دول أو جهات أخرى المناورات في صحراء النخيب سبقها قيام ميليشيات النجباء باعتقال 15 شخصا في الصحراء الجنوبية للأنبار بحجة تدقيق معلوماتهم الأمنية واقتدتهم إلى مدينة كربلاء أمام أعين القوات الحكومية في المنطقة والتي اتخذت موقف المتفرج كما نشرت ميليشيات حزب الله مدافع وصواريخ في المنطقة ذاتها وربما تبدو الصورة أكثر وضوحا إذا ما قرن بها موقف إدارة محافظة الأنبار لقرار حكومي يضم مخفري شرطة النخيب وعرعر الواقعين على الحدود السعودية إلى محافظتي النجف وكربلاء ناهيك عن تحذيرات أطلقها برلمانيون وميليشياويون ضد ما وصفوه بتهديدات مثلتها مناورات سعودية سابقة قرب الحدود العراقية الأمر إذن يتجاوز إجراءات التدريب إلى محاولة لفرض السيطرة على أراضي جديدة في محافظة الأنبار لا سيما وأن هذه الأرض تتحكم في بعض المنافذ الحدودية مع السعودية ما دفع بعض المراقبين إلى القول أن هذه المناورات التي تنفذها ميليشيات إيرانية الدعم والهوية تبدو معبرة عن صورة من صور الصراع الدائر في المنطقة بين إيران ودول الخليج وفي مقدمها المملكة العربية السعودية